هذا يسأل شيخ ويقول قرأت في أحد الكتب ما معنى حديث التق الملائن الثلاث ما المقصود بذلك التي يلعن من تبول أو تغوط فيها وهي قارعة الطريق أو الظل الذي يستظل الناس فيه أو على موارد المياه على حافة المياه والآبار التي يشرب الناس منها لأن ذلك يقدرها والناس يلعنونه وهو مستحق لذلك لأنه ظلمهم تعدى عليهم